صباح الخير من جديد ويسعد صباح كل المنضمين وإيانا في هذه الأوقات حديثنا الحال جميل جدا كونه يتعلق بعالم الأزياء وتصميم الأزياء اليوم نحن نحكي عن إبداعات شبابنا وصبايانا في هذا المجال وفي هذا الخصوص بطريقة ممكن وبجهود ذاتية يحاولون من خلالها يقدموا أفضل ما عندهم وأفضل إمكانياتهم في عالم تصميم الأزياء وبيطمحوا كمان أنهم يوصلوا إلى العالمية من خلال الفن والمهارة التي يمتلكوها نحن نتأكد اليوم نعرفكم على المصممة الأزياء الفلسطينية سجود حواري الموجود اليوم معنا في أستاذ صباح الخير يسعد صباحك سجود أهلا وسهلا فيك بداية قبل نحكي عن العالم الحلو وعالم الفن وعالم تصميم الأزياء نحن نعرف المشاهدين ببطاقة تعرفية من سجود حواري سجود حواري من صباستيا عمري 27 سنة عندي هواية تصميم الأزياء ودراسته دراسة موجود عندي مكتب تصميم خاص للأزياء بعض دورات في بركز العلوم والثقافة بعض دورات احترافية فردية مكثفة جميل جدا من متدربة ومن دارسة لهذا المجال وأيضا اليوم أنت كمان عمالك بتعلمي عمالك تعطي مهارات وبتعطي من قدراتك وهذا اندل على شيء دل على نجاحك في هذا المجال نحكي في موضوع تصميم الأزياء بالنسبة للسجود أين تبلش عندك هذا الهوس في هذا الفن أو في هذا العالم أنا صغيرة عندي عشق في تصميم الأزياء أو عندي عشق في الموضة والديزاين والأمور بلش عندي تصميم فكرة أن ألاقي قطعة جاهزة أعمل عليها تعديلات معينة يعني مثلا أنه أنت ما عندك أي خبرة في تصميم الأزياء فما بتقدر أنك تنتج قطعة من السفر وأنت عمري صغير فبلشت أني أعمل تعديلات على القطع الجاهزة أعمل تغييرات عليها أدخل أفكار معينة تحس أن القطعة صارت بشكل مختلف كليا بلش من هون عندي موضوع تصميم الأزياء لا أنني أريد أن أدرس دراسة هذا الإشي الذي تحدثت فيه في البداية يعني من أي عمر تقريبا بلشت يعني منه أنا تقريبا عمري 15-16 سنة نعم وبلش عندي الموضوع أنني أدرس دراسة والحمد لله رب العالمين عند دراسناه وعن ندرسه جميل جدا فيما يتعلق في هذا المجال لأننا ليس كثيرا في فلسطين أو في المجتمع الفلسطيني لدينا هذه المساحة التي توفر لنا ممكن دراسته أو تعلمه أو التطوير فيه وبالتالي كيف حاولت أنك تطور المهارات التي لديك أو الهواية التي لديك تطور المهارات أبدا ما كان شيء بسيط كما حكيتي حضرتك كان الإشي صعب لأنه في فلسطين لدينا الموضوع محدود جدا فأخذت خلال دورات أنهي دراستي الثانوية العامة في نابلس برضو ما كان تخصص تصميم الأزياء موجود في الجامعات فأخذت بدورات تدريبية بلشت بداية دوراتي وكانت انطلاقتي من مركز الهندسة العربي دورة مدتها ست أشهر بعد ذلك أخذت لمدة ثلاث سنوات متواصل دورات خاصة مكثفة فردية الحمد لله رب العالمين شوي شوي بلشنا أن نشتغل على الموضوع نطوره كان موضوع جدا ممتاز نعم ونشوف حاليا مجموعة من الصور اللي طبعا هم شغلك سجود على الشاشة لمجموعة من الفساطين يعني أش طبيعة الأشياء اللي بتحب تصميمها لأنه مثل ما عمالنا بنشوف بها المجموعة هي معظمها لفساطين حفلات ممكن أو الصورية صحيح مظبوط لهو المجال اللي محدود عندنا فساطين للصورية انت بتنزل على البلد كله معتمدة على الاستيراد الخارجي بنزدو لك الديزاين كل للمحلات نفس الديزاين فالصبايا صار عندهم اعتراض على الموضوع طب إحنا بدنا ديزاينات مختلفة أنا بدي ألبس التصميم بس فعليا ما بدي ثلاث أو أربع يكونوا لابسين زي بالحفلة صحيح فإنه بلش عندي موضوع أنه لا المفروض ندخل على خط السهرات خط الفساطين كتير حلو مطلوب وبنتج فيه بتحسينك بتنتج قطعة ممتازة بتكون فبلش عندي تصميم الأزياء إنه لا المفروض أني أدخل على خط السهرات إنه الشخص الناجح بدي ياخد تخصص مش موجود ويلبي حاجة بالضبط بالضبط بديك ترضي الزبون بديك ترضيب أحسن نتيجة أو في الأشي اللي مطلوب لإله فدخلت على فساطين السهرات والأمور هاي نعم طب يعني كيف الآلية بتتم يعني هل مثلا بتجيك زبونة بتحكي لك بدي قطعة بهذه التفاصيل بهذا النوع من الإقماش كيف الآلية بتصير وكيف بتتبعي مع كل زبونة بكل الطرق بكل ممكن خلينا نحكي الخطوات اللي بالنهاية وبالمحاصلة يكون فعلا قطعة مرضية لإلهام صحي لهو الموضوع التعامل مع الزباين أبدا مش ببسيط يعني موضوع ما كان بسيط بس الحمد لله رب العالميين نقدرنا إننا نكسب رضا الزبون يعني أو رضا الصبايا اللي عم بيجوا عندنا إنه هم لأ ما بيكونوا عندهم أي علم في الأقمشة إنه ما بيكون مثلا خامات الكماش ما بيعرفوا فيها إنتي بتيج تحكي للصبية اسم القطعة الكماش لا تعرف أبدا فيها ما عندها أي علم الديزاين أحيانا إحناha نختار لها الصبية الدينزاين اللي هو بناسب جسمها ejectة جسم كل الأجسام تختلف عن بعض فأجسام فيها بناسبها ديزاينات معينة أجسام ديزاينات مختلفة إحنا نختار لها الصبية الديزاين المعين إيش بناسب جسمها الألوان اللي بتناسب بشرتها موضوع الألوان برضو جدا مهم طبعا فنختار لها كل هاي الأمور يمكن ساعب أحيانا ممكن الواحدة لا تكون عارفة أن هذا الأشياء يزبط لها أو لا وبالتالي صعب أن تقنعيها بوجهة نظرك أكيد طبعا بدناك في صعوبة لكن الحمد لله رب العالمين لما أثبتنا حالنا للزباين أنه شافوا الكطع فإنهم خلص صاروا يسلمونهما متضمنين أكيد هذه الثقة التي تكون مبنية الحمد لله رب العالمين سجود نرجع لموضوع بداياتك في تصميم الأزياد تتذكري أول القطع التي اشتغلتها أول قطع التي اشتغلتها كيف كان ردة فعل البيئة المحيطة بالنسبة لها هي ردة الفعل الصراحة أعطتني الدافع للإبداع لقدام الحمد لله رب العالمين كانت المدرب الخاص فيه أنا أخذتها دورات احترافية خاصة المدرب كان كثير مشجع للي المجتمع اللي حوالي لقيت منه كثير قبول للموضوع أنه القطع كثير حلوية كثير غير عن المألوف فالحمد لله رب العالمين حسات أنه بلشت في النجاح من بداية الشغل هذا اللي يعمل عندي إصرار أني لا بدي أعمل إشي لقدام إشي يكون مميز أكثر جميل جدا في الجانب الأخي كثير من نشوف ناس بيتوجهوا لدراسة هذا التخصص لأنه أصبح موجود ومتاح حاليا في الجامعات الفلسطينية لكن ما بنشوف إبداع ما بنشوف فيه تميز وبالتالي أشيء أبرز الأشياء اللي لازم تكون موجودة بالشخص اللي فعليا بده يكون مناسب لهذا المهنة أو لهذا العالم هل هو موضوع لأي مهنة أنت فيها أو الفرد يدخل فيها مفروض يكون عنده إسرار على تحقيق الهدف إذا كان الشخص عنده إسرار على تحقيق الهدف تلقائي حينجح في شغله شغلنا بده كثير صبر ممكن أن نرسم الدزاين مرة ومرتين وثلاثة وعشرين وعشرين ونفشل فيه ممكن أنه ما يزبط أنا مدربة بس ممكن أن الدزاين ما يزبط معي من أول مرة ممكن نرسمه أكثر من مرة شغلنا في تصميم الأزياء هو خطوات إحنا نتبع خطوات خطوات تكميلية مثلا أنت بديك ترسمي بعدها بديك تطبقي بعدها بديك تنتجي وبعدها بديك ترد الزبون يعني هذه المواضيع كثير صعبة مشان هيك ممكن مش أي حد بقدر أنه يمشي فيها بس اللي عنده حب وإسرار للشغل يعني أنا كمصممة أزياء أنا عندي عشق لشغلي أكثر بحب عالم تصميم الأزياء فاللي عنده إسرار للهدف بوصل لطموحه أنا خرجتها فتحة شغل مع الداخل وما كان الموضوع سهل أبدا يعني متدربة كانت مدة دورتها ست أشهر فتحة مشروعها الخاص فيها كمهارات فنية أو كمهارات تحتاجها بالمهنة إيش هي أبرز هذه المهارات يعني يمكن لو أنا أخرب القطعة من أول لا لا مركزين عليك لحظبتي وبالتالي إيش ممكن فيه أشياء تفاصيل لازم كل حد بهاد المهنة يعني بده يكون ماشي على السليم أولا أنت حكيت نقطة صحيحة لأنا ما إلي طولة بالي بتحكيها وفعليا إحنا بدنا الصبر ونرجع لموضوع الصبر والإرادة إذا كان الشخص عنده صبر لا أكيد رح يبدع يعني في موضوع التصميم كثير حيبدع فيه أما إذا ما كان عنده صبر لا ما حيفشل جدا في الموضوع مثلا إحنا حكيت لك إحنا منتبع أكثر من خطفه في التصميم بدنا نرسمه ممكن نفشل وممكن نطبق التصميم نفسه ويفشل فيه خلاص يروح أنه خلاص نكبه ما نستخدمه يعني إنتاج الفكرة أو إنتاج التصميم ما بيكون بسهولة عندنا أصعب مرحلة بأي مرحلة فيها خلال العمل على قطعة معينة الإنتاج وتفنيش القطعة آخر شيء تفنيش القطعة هاي الأول إنتاج برضو فكرة مثلا أنت بدك تطبق التصميم بدك تطبق التصميم أنت حاملة مسؤولية كاملة أنت بدك تطلع الصبية حدا كثير مميز تكسب رضاها وبرضو بنفس الوقت ستكون دعاية لإلك دعاية لشغلك بالضبط أنت اللي صممت هذا الديزاين أنه عند أي مصمم أعملتي عندي فلاني فأن الشغل أو الرسم الديزاين ما كان أبدا سهل عندنا إنتاج القطعة والفينيش اللي إلها برضو بيكون بصعوبة فموضوع التصميم ممتع بس مش سهل أكيد في جانب آخر سجود على الصعيد الشخصي في نقطة كتير مهمة هو أنه هذا العالم إحنا كل سنة أو حتى كل كم شهر نسمع أنه في موضع جديدة في لون جديد صحي في ديتيلز معين جديدة عمالها موجودة في عالم الأزياء وبالتالي أنت كمصمم يقدش في مسؤولية كمان عليك أن تكون مواكب لهذه الأشياء طبعا هل إحنا في أيام ما بننام فيها في أيام فترات الساف إحنا في أيام فعليا إحنا ما بننام فيها أنت بدك تضل متبعة مع الزباين بدك تكون إليك صفحة خاصة للزباين بدك تضل متبعة مع الزباين وبنفس الوقت بدك تصحي الصبح على شغلك لتطبك التصميم مصمم الأزياء إذا ما كان متبع في شغله لحظة بلحظة بفشل فيه في أيام بدك تحضر فيديوهات بدك تطبك بدك تحضر أشياء تشتغل الصبح بقية نهارك بدك تروح تعتفي دورات تدريبية تصميم الأزياء زي ما حكيت أنه بده مواكب للموضع جدا بده الواحد يظل مطلع على التصاميم العالمية برضو حاولنا أن ندخل تقنيات جديدة في التصميم مثل مثلا أنه بدنا نطور في التصميم عشان ما يكون الشغل كوبباست عن التصاميم التركية أو المستوردة دخلنا برامج تصميم أزياء عالمية تصميم باستخدام الحاسوب هذا الإشي كثير أعطى تقنيات عالية للشغل نحن عندنا تصميم الأزياء معروف أنه شبلونة راسم سكوتش بالضبط خلص خلص التصميم عندنا وبتخيطي حاولنا أن ندخل برامج تصميم أزياء عالمية كان الإشي كثير مفيد الحمد لله رب العالمين طلعنا بأفكار جدا جديدة ومتقنة الإتقان في الشغل أهم إنتاج القطعة نفسها طبعا يعني الإتقان كثير مهم عندنا نعم ما بعد هالمرحلة التي موجودة فيها اليوم نحن نحكي عن سجود التي عمالها تصمم للمجتمع الفلسطيني أو للبيئة المحيطة فيها صحيح كيف يوجد سجود لسه طموح كمان يعني أو إيش أبرز ممكن الأحلام التي حابت حقيقها بهذه الأحلام إن شاء الله ليس صعب إيش هي طموحاتك في هذا المجال أنا الحمد لله رب العالمين حسات حالي اشتزت خطوات ممتازة أنه دخلت عالم التصميم أول إشي كان حلمي أني أدرسه درسته وأنهيت درسته هلأ عم بأعطيه بدورات تدريبية وأنهيت هذا الموضوع عملت جلسات تصوير كانت الفكرة أو صور جاهزة من شركات من بره حاولت أني أعمل أنا إشي خاص فيه إشي خاص في المكتب عندي في مكتب حوار ديزاين أنه تكون التصاميم مصورة من خلال جلسة تصوير جبنا موديل جبنا مصور هذا الإشي نهينا الحمد لله رب العالمين فلضايل أنا ناوي أحقق وإن شاء الله أني سأوصل له شركة تصميم أزياء متكاملة تكون لأنها تدخل الصبية لدينا كيف يناسب ديزاين الفستان يعني مثلا نبدأها شوز معين اكسسوار معين فالفكرة إن شاء الله لكوا الدام رح نشتغل عليها أن نتعامل مع مصانع بالخارج مثلا مصانع للأحذية مثلا ندخل تصميم الحذاء بطريقة معينة يصنعون لنا إياه نكون نحن معتينهم ديزاين لحذاء بشكل معين أنه التصميم معين وهم يصنعون لنا إياه يناسب فستانها على أساس أن الصبية لتصميم الأزياء تكون معانية بفكرة مختلفة جدا عن الأفكار الموجودة في السوق لدينا تدخيل الإكسسوار نعمل في أقمشة الخراز هل ممكن ندخل السترس الموجود على الفستان بطريقة معينة في الإكسسوار هذا الشغل يريد للسواقات ويريد جهد كبيرة لأنك تتعامل مع مصانع بالخارج لأنهم ينتجوا لك هذا الأشي طبعا لكن أكيد إن شاء الله بالهمة الموجودة عندك بالشغل في الموجودة وتوصل لكل هذه الأحلام وبتحقيقها إن شاء الله ستجد في نهاية اللقاء فرصة نستثمر وجودك يمكن كثير من الناس يسمعونها من الصبايا أو حتى الشباب اللي لهم ممكن ميول في حب تصميم الأزياء لكن ممكن مشجرئين كثير أنهم يشتغلوا على حالهم في هذا الموضوع بناء على تجربتك وعملك تقريبا ستسنين إليك في المجال وبالتالي إيش اليوم بتوجهي لهم رسالة بناء على التجربة التي عشتها هو تصميم الأزياء بصراحة مشروع جدا ناجح جدا ممتع أنا ما كنت بعرف أي شيء في التصميم غير أنه عندي هواية فيه ما كان عندي أي خبرة فيه كان بس عندي الهواية والطموح والحمد لله رب العالمين وصلت لمرحلة جدا كانت ممتازة فلا الشخص المفروض أنه يشتغل على حاله يعني أنا كثير صبايا عندي بيجع دارسين مثلا تخصصات فيزياء رياضيات كيميا بس فعليا التخصص ما بحبوه فالتجه لتصميم الأزياء بدورات تدريبية أخذوا نتيجة جدا ممتازة الحمد لله رب العالمين يعني الواحد المفروض أنه يشتغل على حلمه ويحققه لأنه بوصل إن شاء الله بحبني أوجه تحية للأستاذ هايثم استاتية مصمم كان جدا محترف الحمد لله رب العالمين وصلني لمرحلة جدا ممتازة تابع معي ثلاث سنوات متواصلة بتدريب مكثف كان معي متبع خطوة خطوة بالتصميم فبنوجه له تحية كثير يعني يعني تعب معي في موضوع التصميم هالآن بحس أنه نجاحي كله من نجاحه كل الاحترام لإلك كل الناس اللي دعمين لإلك هذا المشوى وإن شاء الله نشوفك بيوم الأيام يعني دمن عالم الأزياء العالمي أيضا وليس فقط الفلسطيني سجود حوالي مصممة الأزياء كل شكر لإلك وإن شاء الله كل التوفيق حابب تهيب شكرا جزيلا كنا وإياكم في عالم تصميم الأزياء ودخول أشابات الفلسطينيات إلى هذا العالم اللي جميل جدا أنه اليوم نحن نشوف نماذج راقية ورائعة وتصميم مذهلة بأيدي فلسطينية لكن بالتأكيد نرجع دائما نحكي رسالة وحدة ونحكي شيء نأكد عليه دائما وهو أنه قد يشب حاجة إلى دعم المجالات المختلفة والفريدي من نوعها فلسطينيان من قبل الجهات المسؤولة حتى فعلا أنها تصل إلى مراحل ومستويات أعلى وتنافس عربيا وعالميا نحن نكملين وإياكم وكيف يمكن على الأهل مواجهة قضية عدم قبول أطفالهم لرياض الأطفال أو المدارس في المراحل الأساسية بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر